اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبين الثور في ساعات ما بعد الظهر رح نعيد بعض يعني اول زوايا وحركة الامور اللي لها علاقة بالشمس لانه هي ما بعد بث الحلقة اليوم فعشان هيك تيجي في ساعات المساء او عن منتصف الليل فبستوجب علينا ذكرها من ضمن توقعات اليوم طبعا القمر موجود في برج الحمل وتأثير القمر لما يكون في برج الحمل حكينا وبما انه رح يكون لغاية ساعات ما بعد الظهر فبتظل من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر الفترة هاي انه منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميما واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفق الدبلوماسيتنا هم نكون اكثر عدوانية خصوصا انه القمر موجود في برج اللي هو الحمل اللي كوكبه المريخ في فترة وجود القمر في برج الحمل هي جيدة لفحص العيون جيدة لامور الى علاقة بالرأس او علاج الرأس برضو لتعديل قصة الشعر واقامة حفل ما يوم امس ذكرنا انه اليوم او في ساعة المساء انتقال الشمس من برج العذراء لبرج الميزاب ذكرنا تفاصيلها وتأثيرها على البروء على الابراج على الطوالع فاللي بدو يسمعها يسمعها في حلقة الامس اللي ما سمعهاش احنا بس بدنا نذكر انه الانتقال هذا رح يكون في تمام الساعة 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من بعد بث الحلقة هاي اللي هو من الليلة الاربعاء طبعا بتوقيت الاردن من زيد ثلاث ساعات على السبعة يعني ساعة 10 و 20 دقيقة مساء بتوقيت الاردن بانتقل الشمس من العذراء للميزان وطبعا رح تمكث في برج الميزان لغاية يوم 23 عشرة اقولنا لموليد برج الميزان كل عام وانتوا بخير لانه هسا فترة اعياد ميلادهم طبعا وبالدل هاي فلكيا انه ساعة 10 و 3 هي بداية دخولنا لموسم الخريف انتهاء الصيف ودخولنا للخريف وتسمى فترة الاعتدال الخريفي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو ذكرناها يوم امس هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 41 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء اللي هي موعد بث الحلقة بتوقيت الاردن يعني الساعة 2 و 41 دقيقة بعد منتصف الليل او ساعات الفجر بتوقيت الاردن بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش هي في زاويتين هدولة قبل خلو المسار الزاوية الاولى زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة و 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة 4 و 37 دقيقة صباحا بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بتوقيت الاردن الساعة 5 و 4 دقائق بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع مع هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار يعني الساعة 2 و 4 دقائق صباحا يعني الساعة 5 و 4 دقائق بتوقيت الاردن بيبدأ خلو المسار وبينتهي في تمام الساعة 12 و 37 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة 3 و 37 دقيقة قبل العصر هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية رح تصير في أثناء خلو المسار هي زاوية بطيئة هي زاوية تقابل سلبية تأثيرها إلو تقريبا بحدود الست أيام خمس أيام تقريبا هي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين أورانوس كوكب الحب والعاطفة والعلاقات وأورانوس كوكب المفاجآت وبما أنها زاوية سلبية يعني بمعنى آخر إلها آثارها هذه زاوية رح تكون الساعة 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني الساعة 12 و 40 دقيقة عند ساعات الظهر تقريبا بتوقيت الأردن بدل هاي زاوية بما أن العاطف والمفاجآت يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبشكل مفاجئ يعني بكل وساطة بكل سهولة بكل هيكة بهدوء كامل أما بالنسبة إلى الانتقال اللي رح يصير للقمر إنه رح يستقر الساعة 12 و 37 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش رح يستقر القمر في برج الثور يعني بتوقيت الأردن زي ما حكينا الساعة 3 و 37 دقيقة قبل العصر وتأثيره إنه منبلش إحنا نشعر من ساعات الظهر إنه بلش يتغير مزاجنا جميع الأبراج منصير نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا قل ما بنبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو شيء بتعلق بالأسرة بما أن القمر رح يكون موجود بالثور معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 25-9 بيبدأ في تمام الساعة 1-9 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 4-9 دقائق بتوقيت الأردن بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الأحد 26 حتى تمام الساعة 12-36 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بعد منتصف ليل السبت على الأحد بـ 35 دقيقة بتوقيت جرينيتش بانتهي خلو المسار يعني بتوقيت الأردن الساعة 3-36 دقيقة صباحا بيكون القمر انتقل لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 17 يوم في تمام الساعة 5-8 دقائق تقريبا بعد العصر بيصير 18 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة ما زالت موجودة وبدأت انتقل للميزان زي ما حكينا مساء اليوم موعد بث الحلقة اللي هو يوم ليلة الأربعاء على الخميس ورح يمكث الشمس في الميزان لغاية يوم 23-10 هي منتحسة بنسبة 25% القمر في الحمل بدينتقل للثور رح يمكث في الثور لغاية يوم 26-9 وهو الآن سعيد بنسبة 10% ولكن مع اقتراب ساعات الظهر يصير منتحس بنسبة 40% ويستمر بالانتحاسة بالارتفاع لغاية ساعات المساء حتى يصل لنسبة 60-70% عطارد في الميزان حتى يوم 27-9 اليوم سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 17-10 منتحسة بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30-10 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط اليوم ممكن تسيطروا على زمام الأمور وتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن اليوم تهتم بمظهرك أو بتغييرات معينة أو بفرحة معينة أو بمناسبة معينة هاي مرحلة للانطلاقة أو مرحلة انطلاقة لمشاريع جديدة أو بداية جديدة بتتمتعوا اليوم بناشاط ذهني وجسدي كبيرين انت اليوم سباق ورائد في حقل اختصاصك على حسب اختصاصك يعني تقريبا نفس توقعات يوم الآية يوم أمس لا غاية ساعات بعد الظهر من ساعات بعد الظهر بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون هاي الفرصة مفاجئة بالنسبة لك وتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن اليوم تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة اهم اشي انك تتشجع ممكن اليوم تعالج مسائل ادارية وتمويلية تطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية او المؤسسات اللي انت بتتعامل معها برج الثور طبعا هذا اليوم كمان من الآن لغاية ساعات الظهر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا يعني تخلوا الأمور والأولويات هي الضرورية يعني او الأمور الضرورية هي اللي تلجأوا فقلها للعمل او لانجازها خلال هذا اليوم بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم اليوم بتحس ان طاقتك شوي اضعف من الايام الماضية لانه القمر بده يبلش ينتحس فممكن تتأخر بعض الأمور او تلغى بالنسبة للك طبعا كل هاي الأمور هي ضاغطة لغاية ساعات بعد الظهر من ساعات بعد الظهر تتغير الأجواء بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة بعمك النشاط اهم شي انك تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبدعوك الجو لا بذل جهد من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم تعتبر هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها دعما اهم اشي انك تاخذ المبادرة وتكون شجع برج الجوزة طبعا الاجواء بتظل تشجعكم في الامور الاجتماعية واليوم رح تلتقوا الاصدقاء وتتنقلوا ويكون لكم مناسبة معينة منكم ممكن يشارك في حفلة او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او يستعد لاحتفال معين اهم اشي انك تكون منضبط اثناء تعاملك مع اصدقائك زي ما حكينا في زاوية بتخلك هيك بعض الاشخاص يفرضوا سيطرتهم على اصدقائهم بدك تنتبه من هاي النقطة اليوم ممكن تحصد التأييد او الدعم بالنسبة للك اهم اشي انك تكثف نشاطاتك انت بحاجة اليوم للتعاون او تعاون الاخرين معك وهاي الفترة تعتبر فترة ممتازة في ساعات بعد الظهر بصير اليوم هذا بيطلب منكم عدم المبادرة المبالغة في جهدكم الجسماني بدكوا تنجزوا بس اللي بتقدروا عليه من عمل حاولوا انه تنتبهوا انه ما تتراكه مش عندكوا الاعمال اكثر وبرضو بدك تنتبه لصحتك حاول انك ما تراهن على الحدود لانه ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان وما تجازف بصحتك او بعلاقاتك الافكار بتصير مشوشة والظروف بتصير مخيبة لانه القمر صار في بيت متعبك برج السرطان طبعا هاي فرصة ممتازة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو اليوم مناسب للكم بشكل جيد واليوم ممكن انه يعني يكون فيه نوع من انواع الثناء او الاطراء او الداعم من رؤسائكم بالعمل للكم لانه ممكن تقدموا اشياء ممتازة او انه يعني يكون فيه نوع من انواع المكافأة او تقدر انجازاتك بالفترة اهم اشي انك ما تنفعل الفترة فيها نوع من انواع السلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر حاول انك تعالج الامور بهدوء وقدم افضل ما عندك اليوم اليوم ممكن تفرح بانتصار مهني او اجتماعي في ساعات بعد الظهر بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته وبترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات اهم اشي انك تكرر المحاولة اذا اردت الدعم والتأييد اي فترة مناسبة للانضمام لجمعية او مؤسسة تطلاقها مع طموحاتك برج الاسد بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة اليوم ممكن يكون في نوع من انواع التعاون بينك وبين الاخرين ومع جهات مسؤولة او جهات حكومية او مؤسسات استشفائية بتنجح بالترويج لعملك وبتكسب الدعم والتأييد اهم شي انك ما تهمل واجباتك حتى لو كانت كثيرة عليك او كانت صعبة اليوم عندك طاقة لانجازها اهم شي انك تنظم مقتك بشكل جيد تفادي للتأخير بدك اليوم تتحرك بكل جراءة وثقة لانه الامور دعم لعلك بشكل كبير في ساعات ما بعد الظهر بصير من المناسب الجو خصوصا للاشخاص الي ببحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على عملهم بوسعكو اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون في قلق حول احد افراد العائلة او مناسبة عائلية ممكن تواجه مسؤوليات او ممكن عبء مهني اهم اشي انك ما ترتبق في المواقف الحساسة الجو العام بيكون في نوع من انواع الصعوبة برج العذرة بتظل الامور المالية بتشغل فكركم الفرصة صحيح فيها بعض المكاسب اللي الها صلة بشراكة او تعويض او قرض او امور بنكية او مستردات مالية اهم مش انكوا تبادروا لتصحيح الاخطاء وترتيب الاوضاع انتو بحاجة في هاي الايام لا يعني نوع من انواع النشاط الجسدي او المراقبة الجسد في اثناء الحركة ومن انو شوي في بعض الحركة مطلوبة منك الحركة اهم شي انو ما تخلي المتاعب انها تسيطر عليك في ساعات بعد الظهر ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات والعلاقات مع جانب ممكن تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحباكم بترتفع المعنويات والفرص او فرص النجاح بتصير ممتازة وواضحة بشكل كبير اليوم او كانت تعود لامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر او تجاوب بعض الهيئات او الامور يعني اللي بتكون انت متراسل معها ممكن اليوم يصلك خبر عنهم في بعضكم ممكن يكون له سفر محتمل برج الميزان طبعا اليوم بيظل التركيز على تدعيم شراكاتكم او علاقاتكم مع شركائكم في المال والعاطفة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني يعني لازم حد يشاركك في هاي الامور ما بيجوز اثارة المتاعب بدك تتجنب العصبية والقرارات المرتجة للتصرفات بعدائية وبرضو بدك تنتبه من الحوادث لانه برضو الفترة هاي ما في داعي للمشادات الكلامية لانه سهل جدا استفزازك وانت الحلقة الاضعف في ساعات بعد الظهر بتتغير الاوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويب ولكن صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر اليوم بمستقبلك ما تفكر بالادخار يعني حاول انك تبدأ في هذا الامر اذا فكرت فيه لانه الوقت مناسب لهذا الامر اهم اشي انك تقدم التنازلات وحاول انك تتراجع عن خطوة او قرارات تسببت لك نوع من انواع الازعاج او العداوة برج العقرب بدكوا تحاولوا اليوم تنجزوا كل الاعمال المتراكمة عندكم حاولوا انه اليوم تحاول تخلي علاقاتك جيدة ما بينك وبين زملائك خصوصا في نطاق العمل نظموا جدول غذائكم حاولوا تاخدوا قصط من الراحة من وقت لاخر من المستحسن اليوم انك انت تباكر لعملك وتنجز اعمالك لانه اليوم فيه ضغط على مستوى العمل كبير مطلوب منك كثير من الاعمال والامور اللي لازم تنجزها فعشان هيك ممكن يعني يكون فيه عمل لوقت اضافي او فيه نوع من انواع التعب بتكثر نشاطاتك اليوم ممكن تشعر بشوية ارهاق او مراجعة طبية او امور صحية ممكن اليوم تحرز تقدم او ارباح من شيء معين في ساعات بعد الظهر بصبح اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم بتكو تحاضروا من الانفعالات لانه اليوم بيصعب التفاهم معكم وخصوصا انه القمر صار مقابلكم تماما فممكن يكون فيه مشكلة او ورطة معينة انت بغنى عنها لانك انت الحلقة الاضعف الجو العام بيكون متوتر ممكن تظهر مشاكل طارئة اذاك تكون صبور وما تتذمر الفترة هاي بتكون خالية من الحظ تماما برج القوس بتزداد رغبتكم اليوم برضو في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم طبعا الظروف جيدة وتعملها اليك بقوة اليوم عندك نشاط عندك حركة عالية بتميلوا لكثير من الامور اللي فيها تغيير جو او فيها انبساط اليوم ممكن تفرح لابسط الامور بتستحق اليوم انك انت تخلي هذا اليوم من الان لغاية ساعات الظهر من الايام المميزة لا الى في ساعات بعد الظهر رغم انه ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال ولكن عندك القدرة على انجاز كثير من هاي الاعمال اهمش انك تنظموا جدول غداكم تأخذوا قصد كافي من الراحة حاولوا انكم ما تلتهوا بالقشور والامور الثانوية بدك تعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاح والارباح حاول انك تراقب وضعك الصحي لانه شوي ممكن الصحة تكون بحاجة للرقابة او يكون فيه قلق مهني برج الجدي في منك اليوم رح يرغبوا في ادخال تعديل على مسكنهم او التفاهم مع افراد العائلة او مناسبة عائلية هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي انت بتعيشها ممكن يكون عندك تبادل زيارات او اتصالات او يعني يكون فيه عندك حركة عالية على المستوى الاجتماعي والعائلي اهم شي انه ما تخلي التوتر يسيطر عليك لانه فيه شايف علامة لحدث الطارق ممكن يصير اليوم مع ساعات بعد الظهر الاجواء بتصير ايجابية ودعمة للكم بشكل اكبر فممكن اليوم يعني هيك ترغبوا في التقرب من احباكم تعزيز العلاقة معهم بوسعكم اليوم برضو ممارسة نشاط فني او ترفيهي بيطمع ان بالكم نسبيا وممكن تجد حليفي بيدعم تصوراتك اهم شي انك ما تستسلم حاول انك تكرر المحاولات رغم انه الاجواء جيدة الا انه في منكم ممكن يميلوا للسفر او للتنقلات او للرحلات الجو العام رومانسي وناجح ولكن ممكن شوي يكون في بعض القلق على احد الاحبة برج الدلو طبعا بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات واليوم برضو النشاط عالي جدا وعندك قدرة عالي جدا على الاقناع والحوارات الفترة هاي جيدة للامتحانات جيدة للدراسة ولاطلاق المشاريع للمؤتمرات برضو ممكن اليوم تعززوا علاقاتكم مع الاخوة او الجيران او صير تعامل ما بينك وبينهم بتقدر اليوم تقلب اي معادلة اي خبر اي شي تقلبه لصالحك اهم شي انك ما تبقى وحيد حاول انك تحاول تتصل باصدقائك واحباك وتعزز الروابط ما بينك وبينهم في ساعات ما بعد الظهر الاجواء رح تتركز على امور البيت والعائلة وتعزز الروابط العائلية اهم شي انك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك حاول انك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لا اي شخص بيحتاجها يعني بمعنى اخر حاول انك تكون مرن قدر الامكان من ساعات ما بعد الظهر برج الحوت بالظل الفرصة متاحة للمكاسب المالية والامور المالية والاستثمارات المالية والمستردات المالية ولكن في بعض الفرص المالية هاي بتجيش الا من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له كان صعب انه يحصله في الايام الماضية او يحصل على هدية او على دعم بعد موليد برج الحوت اليوم يعني ممكن يسمعوا خبر السار من الان لغاية ساعات الظهر هذا الخبر بيجيهم رح يكون فيه نوع من انواع التواصل مع احد الاقارب رح تهتم اليوم بمواضيع لها علاقة بالزوج او بالزوجة او بشريك العمل رح تتعالج بعض الامور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية بشكل اكبر طبعا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر النشاط بيصير عالي جدا لدرجة انه ممكن ما تهدأ حركة اتصالات تنقلات حوارات نقاشات قدرة على الاقناع عالي جدا وهذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة او للتحرك او التنقلات بوسع برضو بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار اهم شي انك تكون عنصر ايجابي وحاول انه تخلي كلامك واضح عشان ما تنفهم غلط حاول انك تفهم الاخرين وتبقى هادئ برضو لا تفوت عليك فرص المصالحة والتسوية وحاول انك تكرر المحاولات السابقة لانه اللي تعطل في الايام الماضية ممكن من ساعات ما بعد الظهر تقدر تنفده وانتبهوا من السرعة والحركة الغير مدروسة من الاصابات وسوء التفاهم طبعا في النهاية حاب اشكر المنتسبين في القناة واللي انتسبوا بالقناة وبرضو اتخدم بالشكر لداعمين القناة اللي هم اللي بدعموها اللي ما عندهم امكانية انهم ينتسبوا او يدموا دعم للقناة اللي بيساهموا بامكانياتهم اللي هو بكومنت بلايك بشير هدولا دعمين برضو هدولا هم الاساس في القناة اذا انت ما عملت هذا الشيء القناة هاي ما بتوصل لحد ها برضو منشكرهم ومنقدر ومنثمن الاشي اللي هم بعملوه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء